نرحب بكم مجدداً مع المزيد من القطب الشمالي يتزحزح وكيف للعالم أن ينقلب رأساً على عقد قلنا إذن ذكرنا في فيديو سابق أن المجال أو المجال المغناطيسي للأقطاب في حركة يتحرك من الشمال إلى الجنوب في حركة سريعة وتزداد كل سنة بعدة كيلومترات لابد في البداية أن نعرف ما هو القطب أن هناك تعرفان للأقطاب القطب أولاً القطب الجغرافي جيوغرافيك نورث بول وهو محور الدوران الأرض حول نفسها وهناك القطب المغناطيسي وهذا هو الذي سنتحدث عنه أي أن الأقطاب المغناطيسية وتعرف بأنه هو مرتبط بالحقل المغناطيسي بدون هذا الحقل أهمية تكمن أن لا حياة على الأرض أو استحالة الحياة على الأرض بإعدام الحقل المغناطيسي لماذا؟ لأن الحقل المغناطيسي يعمل كدرع واقي للكرة الأرضية ويحميها من العواصف الشمسية وبدون هذا الدرع لكانت الأرض تشبه كوكب المريخ الميت إذن ما يميز الأرض عن كوكب المريخ هو هذا الحقل المغناطيسي الحقل المغناطيسي هو الذي يجعل البوصلة تشير إلى القطبين فالبوصلة إنما تشير في الحقيقة إلى النقطة التي يخرج منها هذا الحقل قبل أن يلف باقي أرجاء الكرة الأرضية إحدى أحد تجليات المجال أو الحقل وترى بالعين المجردة هو مع ظاهرة الشفق القطبي هذه الظاهرة التي تظهر في الأقطاب الشمالية والجنوبية وتعطين ألواناً وصوراً جميلة في مناطق أقصى شمال وأقصى جنوب القطبي القطبي الشمالي طبعاً وحقله المغناطيسي ليس ثابتاً فهو يتحرك مصدر هذا المجال موجود في باطن كوكبنا إذن في باطن الكوكب توجد هذا الحقل المغناطيسي يتكون باطن الكرة الأرضية من ابتداء النواة تعلوها طبقة سائلة مكونة من معدن الحديد المنصهر حركة تلك الطبقة التي تخلق المجال المغناطيسي بما أن السائل الحديدي يتحرك ويتتغير قواه فإن هذا يعني أن المجال أيضاً يتحرك ويتغير ومعه يتغير القطب المغناطيسي الباحثون لاحظوا في العقود الأخيرة أن القطب الشمالي يتحرك بسرعة عشرة كيلو مترات كل سنة لكن منذ عام 2001 سرعته أو سرعة التحرك زادت لتصل إلى 55 كيلو متر كل سنة واليوم أيضاً حركته في تسارع أكثر من ما سبق لدرجة أن العلماء سيعدون حساباتهم نحو سرعتهم الجديدة مثلاً في كندا تجه هذا الحقل المغناطيسي نحو المحيط المتجمد الشمال وهو في طريقه نحو سيبيريا في روسيا ويشكون الباحثين أن هذا التغير سيقلب العالم رأساً على عقب وسيشهد تحولات طبعاً في الماضي شهدت تغيرات في المجال المغناطيسي من الشمال إلى الجنوب يعني من أركتك إلى أنتراكتكا من القارة الشمالية المتجملة إلى الجنوبية آخر إنعكاس حدث في 78 ألف سنة قبل ظهور الإنسان يقول العلماء أن إنعكاس القطبين تأخر هذه المرة بمعنى أن إنعكاس الجليد أو إنعكاسات الجليد يمكن أن يحدث قريباً وإنعكاسه على الإنسان هل ستتأثر حياة الإنسان في هذا؟ طبعاً ذكرنا أن هذا القطب أو هذا المجال المغناطيسي والدرع الواقع للأرض بما يعني أنه يحميها من الإشاعات والعواصف الشمسية وكل الإنبعاثات الشمسية التي تؤثر على الأرض طبعاً سيزيد تأثيره على الإنسان يعني زيادة الأمراض السرطانية أيضاً تعطي الأقمار الصناعية وشبكات تزويد بالكهرباء فتأثيره أيضاً في الدول كثير من الدول مثل أمريكا مثلاً قامت بتعديل النموذج المغناطيسي أهمية النموذج المغناطيسي تكمن في أهميته في الملاحة السفن والطائرات والغواصات وغيرك أونها تعتمد في الملاحة على هذه التقنية تقنية المجال المغناطيسي